أصدر المكتب الصحفي التابع للكرسي الرسولي في الفاتيكان برنامج الزيارة الرسولية المنتظرة لقداسة البابا فرنسيس إلى مملكة البحرين في الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل وذلك للمشاركة في مؤتمر حوار الشرق والغربي من أجل التعايش الإنساني وجاء في البرنامج أن البابا سيلتقي في اليوم الأول العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة كما سيلتقي بالسلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي وسيتوجه في اليوم الثاني إلى مجمع قصر صخير في ساحة الفداء حيث سيشارك في اختتام منتدى البحرين للحوار من أجل تعايش إنساني وسيلتقي بنفس اليوم فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأعضاء مجلس حكماء المسلمين ليتوجه بعد ذلك إلى كتدرائية سيدتي شبه الجزيرة العربية ليشارك في لقاء مسكونيا وصلاة من أجل السلام وسيحتفل البابا فرانسيس في اليوم الثالث بالقداس الإلهي في استاد البحرين الوطني وبعدها سيلتقي الشباب في مدرسة القلب الأقدس في منطقة عوالي وفي اليوم الرابع للزيارة سيلتقي قداسته الأساقف والكهنة والمكرسين والإكليركيين والعملين الرعويين في كنيسة القلب الأقدس في العاصمة المنامة ليتوجه بعدها إلى مطار صخير الدولي حيث ستتم مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر عائدا إلى إيطاليا ترجمة نانسي قنقر